حدثنا عبد الله بن محمد بن ابي شيبة وسمعته انا من ابن ابي شيبة بالكوفة وقال لنا فيه ابن ابي شيبة عن الزهري واما ابي فحدثناه عنه ولم يذكر الزهري وحدثناه بالكوفة جعله لنا عن الزهري ثم رجع الى حديث ابي حدثنا جعفر بن عوين عن ابراهيم ابن اسماعيل اخبرني جعفر بن عوين عمر بن اميت عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وحده عينا الى قريش قال فجئت الى خشبة خبيب وانا اتخوف العيون فرقيت فيها فحلت خبيبا فوقع الى الارض فانطبذت غير بعيد ثم اتفت فلم ار خبيبا ولا كأنما ابطالعته الارض فلم يرى لخبيب اثر حتى الساعة حثنا ابو عامر حدثنا علي عن يحيى عن ابي سلمة اخبرني جعفر بن عمر بن اميت عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين حثنا ابو عامر حدثنا فليح عن الزهري حدثني جعفر بن عمر بن اميت عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اكل عضوا في المصلة ولم يتوضى حثنا ابو عبد الرحمة حدثنا حيوة اخبرنا عياش بن عباس ان كليب بن صبح حدثه ان الزبريقان حدثه عن عمه عمر بن اميت الضمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس لم يستيقظوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالرجعتين فركعهما ثم اقام الصلاة فصل حثنا ابو المغيرة حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن اوزاعي حدثني يحيى بن ابي كثير اليماني عن ابي سلمة عن جعفر بن عمر بن اميت الضمري عن ابيه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جعفر بن عمر بن اميت الضمري عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق حدثني جعفر بن عمر بن اميت عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح قال ابن شيهاب حدثني جعفر بن عمر بن اميت ان اباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شات فدوعي الى الصلاة فطرح السكين ولم يتوضى حدثنا حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن شيهاب عن جعفر بن عمر بن اميت عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ويحتز من كتف ثم دعي الى الصلاة فصلى ولم يتوضى حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة ان جعفر بن عمر بن اميت الضمرية اخبره ان اباه اخبره انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين اشتركوا في القناة